لقاء مهم جداً النهاردة على الحسابات طبعاً الأفضلية لنادي الزمالك بطل الدوري والكأس العام الماضي ولكن نادي الاتحاد نادي كبير ولربما النهاردة الكرة تبقى في الملعب بشكل كبير جداً خصوصاً إن لقاءات الكأس ما بتعترفش بالورق لقاءات الكأس دائماً وأبداً غدارة والمستديرة دائماً بلا توقعات نتمنى النهاردة إن شاء الله بإذن الله لقاء جيد من جانب نادي الزمالك ونادي الاتحاد السكندري بننفرد سريعاً بتشكيل نادي الزمالك المتوقع حتى الآن أحمد الشناوي لحراسة المرمى أحمد دودار وعلي جبر مساكين حاز إمام اليمين حمادة طلبة من الشمال ونص الملعب توفيق وعبد الخالق ومعروف يوسف قدامهم سنائي مصطفى فتحي أيمن حفني باسم مرسي راس حربة صريح طبعاً نعرفين نادي الزمالك وخلاص كهرباء إعارة للتحاجات ده ونتمنى له إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق بقاله فترة المدير الفني نادي الزمالك كابتن محمد حلمي بيلعب بطريقة تعتبر أعتقد أن هي جديدة إلى حد ما وهي 4-3-2-1 وكان الأول بيلعب 4-2-3-1 ولكن واضح أن كابتن محمد حلمي طريقته الفترة الماضية بيسعى للحفاظ على نص الملعب الملعب